أحوال في أحوال فانية في أحوال باقية الحال على حالين حال باقي وحال فاني الحال الفاني ينقلب ويتغير الحال الباقي ينقلب إلى مقام يتغير يرجع يصين مقام فالحال يمكن أن يكون مقاما كذاكر انبعث من قلبه وارد المحاسبي وهو عم يذكر صار يحاسب نفسه وارد مر على قلبه وارد محاسبي أنه أنا شو عملت مبارح أنا شلون أزنبت شلون أخطات شلون الحال صامي استغفر الله وعتوه بله هو في حالة الذكر عم يحاسب حاله فبعد الذكر يبتقى معه المحاسبي هذا انتقى انتقل حاله إلى المقام صار عم يحاسب حاله نقعد عم يحاسب حاله نمشي عم يحاسب حاله بحاسب حاله على نظراته بحاسب حاله على كلماته هذا المقام الذي انتقل إليه مقام المحاسبة مقام قال عنه سيدنا عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا هذا لازم يكون دائم مع الإنسان فهذا مقام انتقل إلى مقام المحاسبة وهو مقام رفيع في سلوك الطريق فبتنبه حاسب نفسه فبتنبه حاسب نفسه حتى تذيقه العناية الإلهية فإذا العناية الإلهية أحاطت به فيغلب حال المحاسبة على النفس فتقهر النفس حاسبها قهرها ما عاد فيه إلى التفات ما عاد فيه إلى ميل ما عاد فيه إلى شهوات محاسبة قهر النفس وتبقى المحاسبة مستقرة في القلب فهذا الذي انجزب من الذكر إلى الحال إلى الارتقاء إلى المحاسبة فصار فيه مقاما ثابتا باقيا حتى يلقى الله إن نام بحاسب حاله إن أعد بحاسب حاله إن صلى بحاسب حاله على كل وحده حتى يكون دائما من أهل المراقبة تنتقل المحاسبة معه إلى المراقبة والمراقبة كذلك مقام فانتقل من حال إلى حال إلى المقام هذا الذاكي دائما كذلك سواء ترجمة نانسي قنقر